وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي نجحت الوزارة في ضبط 408 قضايا تموينية خلال 24 ساعة بمضبطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 614 قضية من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 67 طن أقماح محلية